خدمة الإنسان وصون كرامة هو ما يجمع هؤلاء الشباب اليوم في ظل الضائقة الاقتصادية وازدياد نسبة الفقر في المخيمات وخارجها يتركز عمل المجموعة على تأمين مواد غذائية وأدوية وحليب للأطفال وغيرها من المواد الأساسية لعائلات متعففة لا معيلة لها عم ننظم خمسين حصة غذائية واليوم عم نشتغل ضمن منطق الطبخة بمعنى الأشياء اللي هي فريش ممكن تستخدم بشكل أساسي بالبيوت وعم نعمل حصة اللي هي حصة تكاملية ممكن تستفيد منها العيلة لأكتر من النهار يداً بيد يعمل الشباب على إعداد الحصص الغذائية قبل توزيعها وبرغم إدراكهم أن حاجة الناس تفوق قدرتهم على العطاء يتمسكون بخدمة أهلهم ضمن الإمكانيات المتوفرة نحن من مجموعة شباب وصبايا مطوعين نشتغل لخدمة المجتمع وشو منقدر نساعد منساعد يعني من نشتري الغراد منعربهم منوزعهم وطبعاً موصلوني هنا على البيوت لا نخلي حد يجي لعنا مثلاً نعطي الكرتوني أو نعطي المساعدة ومنفضل ما يشوفونا حتى نحط طقوات الغراد على الباب ندق الباب ومنفل خلاص خلاص خلصت مهمتنا إلى جانب المبادرات الإغاثية تعمل المجموعة على مشروعات تستهدف الشباب وتخلق من خلالها مساحة آمنة لهم وهي تتلقى دعماً مالياً من أصدقاء لها في الخارج جلهم من الفلسطينيين المغتربين أو من متبرعين وأصحابهم مؤمنين بجدوى العمل الإنساني حنان عيسى الغد من مخيم شتيلة بيروت